علاقات التعاون وثيقة وبناء بين مصر وأرمينيا تجمعهما العديد من أوجه التعاون فخلال السنوات الماضية تمكنت الدولتان من تطوير التعاون الثنائي بكافة المجالات زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لأرمينيا العام الماضي أعطت دفعة جديدة للعلاقات الاقتصادية فقامت العديد من شركات البلدين بزيارات للتعرف على الفرص المتاحة على أرض الواقع وزيادة حجم استثماراتها وفي ظل هذه الإمكانات تسعى مصر لأن تكون أرمينيا بوابهامة لمنتجاتها إلى الأسواق الأوروبية فيما تمثل مصر بوابة حيوية لدخول الشركات الأرمينية إلى أسواق القارة الإفريقية سفارة أرمينيا في القاهرة أكدت أن عام 2022 كان واعدا للغاية حيث ارتفع حجم التبادل التجاري أربع مرات مقارنة بأرقام عام 2021 كما شاركت أرمينيا بمعرض القاهرة الدولي السادس والخمسين في شهر مارس من العام الماضي وكذلك مشاركة أرمينيا في معرض فود أفريكا نقلة نوعية في مساحة التعاون الثنائي بين مصر وأرمينيا لسيما عن طريق تشجيع التعاون بين مجتمع رجال الأعمال في الدولتين بشكل ينعكس على تطوير حجم التبادل التجاري والاستثماري فمصر تظهر بالفرص الاستثمارية الواعدة في الوقت الذي بات يعرف عن أرمينيا تقدمها المضطرد بمجالات البحث والتطوير وتكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي